موسيقى صباح الخير أهلا وسهلا بكم سعادة السفير دكتور عبدالله ابو حبيب صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا بك في برنامج كلام بي شكرا لكم المستقبل بالطبع الموضوع الأبرز هو موضوع الحكومي والشأن السياسي ولكن اليوم موضوع ثاني لا يقل أهمية ما سيصدر عن بكركي من وثيقة تحدد الثوابت والمسلمات وحددتك كنت من أعضاء اللجنة الاستراتيجية والسياسية لسياغة هذه الوثيقة سنضيء عليها أكثر لاحقا بسياق الحلقة ولكن سنبدأ بالعنوان الحكومي اليوم ما شات جريدة الديار أتت لافتة تقول المواجهة والعاصفة آتيتان بين حكومة جامعة والمجهول هل نحن متجهون إلى المجهول وبالتالي سقطت كل إمكانات تقيام الحكومة الجامعة؟ أنا بعد بشك أنه رئيسين رئيس جمهورية والحكومة بيقدموا على تأديف حكومة الأمر الواقع الغير مقبولة من جميع الأطراف يعني هاي الحكومة هاي زبتاقتي الرئيس المكلف صار له رح يصير قوله 11 شهر 10 شهور نعم أو 11 شهر لا 11 شهر يمكن دخل الشهر 11 هي هل إنه وبعد ما تقلفت الوزارة فبتستحق وبلش التأليف الحقيقي ببلش التأليف من أسبوعين قبل أسبوعين ما كان حدا عبيقلب لأن كان في فيتويت وكان في عدم تقاطع إقليمي بشأن الحكومة اللبنانية اليوم الخارج أعطي الضوء الأخضر للأسف أنه نتظر الخارج لكن هيدا المواقع وهلأ بلشت بتأليف الحكومة ما عليش إذا أخرنا شوية وقت حتى نقلف حكومة كل راضين عنها يعني كمان رئيس المكلف قال عدة مرات بأول أنه أنا ما بيععد أكتر من شهر فس شهر وبدأ ألفه وما تقلفت الحكومة نعم قلت أنه الضوء الأخضر أعطي من الخارج البعض رأى بعودة الأمور إلى المربع الأول ضوءا أحمر من جديد يعني وكأن تعرقل هذا الضوء الأخضر عندك هذا الانتباع يكي اللي صار أنه الاندفاع نحو تأليف الوزارة بعد جنف اثنين خف شوي قفر مال بعد سحب دعوة إيران إلى هذا المربع بعد سحب دعوة إيران وبعد أنه كان فيه جهود إيرانية للانفتاح إلى العالم العربي انفتاح إلى المملكة العربية السعودية أنه خلينا مع بعض نعالج شؤون المنطقة ما صبتت هذه هل خف أم لا يبدو لغاية اليوم بعده حزب الله منه بالصف الأمامي لتأليف الحكومة بعده قاعد بالصف الوراق فالهيكي مش معروفة يعني فيه شك فيه كتير ناس بشكوه نحن عم نحلل منا معلومات فيه كتير ناس بشكوه أنه هو ورا هالشي هيدا لكن من الأول الجنرال العون مش راضي بالتشكيل للوزرية لماذا إذن حلفائه فوضوا باسمه لأنه كل الحكي أنه الأمر تم بالتوافق مع الجميع لا هو بالبداية كانت القصة فيتو وفيتو مقابل فيتو من المستقبل على وفيتو للتلت المعطل طيب ما له خصة فيه له جنرال لأنه ولا أي جهة مسيحية أخرى أو كمان أذا بتحكي عن الحزب التقدم الاشتراكي أو الدروز ما له خصة فيه هيدا لمن راحتها دخلت العملية الجنرال كان جنرال العون كان موعود أنه وزاراته تبقى متمهية كان موعود نعم وهل وعده رئيس الحكومة لا بس كان فيه وعد أنه اللي عبر فوضه باسمه يعني حلفاء خذلوا بهذا المعنى بيعتبر هيك يعني مشكلته ليست مع الفريق الخصم بالسياسي بل مع الحلفاء من هالناحية حدا ما بس اللي بده ألف الوزارة يعني ما تنسى أنه قعد عشرة الشهور لغاية هجة أسبوع هيدا رئيس الحكومة ما بيتسمى حدا بده الناس يتصلوا فيه ما حدا بيعمل ايه يعني الرئيس سنيورة ألف وزارة رئيس الحذير ألف وزارة الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري كل الناس بيوا لرئيس المكلف مش هيك بيعملوا تأليف الوزارة يعني هي الأعراف بتقول الرئيس المكلف يتصل طبعا بدي تسل فيهم بدي حكي معهم هن النواب هن بدي أعطوا الساعة هو الوزارة بتمثلهم وبعد الطائف أكتر الوزارة تمثل المجلس النواب من أنه تمثل رئيس الحكومي المكلف أو رئيس الجمهورية وين صلاحياته بهالحالة بتكون؟ شو صلاحياته أن يكون دكتطور؟ نحن بلد ديمقراطي شو صلاحياته أنه ألف وزارة عزواؤه أو رئيس وصلاحيات رئيس الجمهوري لا وصلاحيات رئيس جمهورية أنه ألف وزارة ما كان رئيس جمهوري يألف عزوءه ها مثل أيامة بالحرب وتخلى عنه نعم أو الاتفاق الطائف خلى ما في عندها هي لرئيس الحكومة المكلف يألف على زوءه يعمل دكتطور هو يعني من دكتطورية رئيس الجمهورية الى الكتلية الرئيس المكلف لا هذه فيه كتل نيابية هي اليوم يعني جبنا نحن السلطة الى مجلس وزراء مجلس وزراء هو بدي يجي من الكتل النيابية ما في عنديك غير طريقة لماذا هذا الامر دكتور ابو حبيب ما كان صالح وسيري وقت لشكل الرئيس مئاتي حكومته متجاملا كتل نيابية بكاملها يمكن الكتل الاكبر رفضت لا لا المستقبل 14 ادار مش مستقبل بس 14 ادار كله رفضت خبر وزراء هلأ العماد عون عم يرفض ليش بدنا نعتبر انه الحكومة رح تكون مش مسائية اذا ما حاضر وبوقت سابق فيها اكتر من نص مجلس نواب ما كان حاضر واعتبرت مسائية اللي عم تعتبر مساقية اه لا هو اللي قال مبارح انه طريق التأنيف الوزارة غير مساقية انه بتقدر مع بعضكم هذا حلف رباعي اخر بتقدر مع بعضكم الرئيس المكلف والوزير جملات والرئيس بره بتألفوا الوزارة ونحن شو هاي اللي صار هاي اللي صار هاي دي غير مساقية تاني شي عدم المساقية اللي بيحكي عنا حكيت عنا بتركي انه وجود القوات بره وجود التيار بره هاي دا بخليها تكون غير مساقية انا ما افتكر بها الوقت ما مفتكر ما عندي معلومات انه الكتائب بتدخل الوزارة لما بيكونوا القوات والطيار بره ما بعض لم يعلنوا العكس لم يعلنوا العكس هل الاخرين على الساحة المسيحية ما بمثلوا يعني هل يجوز اختصار المسيحيين بالقوات والعونيين يعني ما في خط خيار تاني القوات والعونيين والكتائب والمرضة هؤلاء بيعملوا 90% من مسيحيين كتائب مشاركين انطرح بس انه اربعتهم هوا بيعملوا 90% من المرضة انا اللي عبقوله من المسيحيين انا اللي بقوله انه الكتائب صعبة عليها بشوز تبقى مش عقول لا ما بعرف ما صرح اللي انتي بظهوط ما صرحه العكس يعني انطرح اسم الاستاذ جعان قز كمان اللي تولي حقيقي وهو احسن من يتولي حقيقي حياتا عندي انا تقدير لقلو هائل الاستاذ جعان وهو ممتاز من هالناحية الرئيس سلام بخلاف انطباعك بحسب جريدة النهار سينصرف لروتشه على مشروع التشكيلة الحكومية من حيث الاسماء والحقائب واجراء الاتصالات اللازمة تمهيدا للصعود الى قصر بعبدة لعرض التشكيلة على الرئيس سليمان ومن ثم وبعد الاتفاق عليها يطلع رئيس بري عليها لاعلانها ولكن في نص على تويتر للوزير علي حسن خليل بيقول نريد حكومة متحررة من عقد التشكيل حول الحقائب ولا نص في دستورنا ان هناك حقيبة لجهة معينة او لطائفة معينة موقف الوزير الخليل هل بدلنا على موقف الرئيس بري هذا موقف رئيس بري شو ممكن يكون موقف رئيس بري من تشكيله حكومية قد لا يرضى عنها العمد عمد كمان رئيس بري اقول انه انا ما رح احكي عن متعلاف الحكومة اذا حزب الله ساير الجنرال عون انا بعتقد انه رئيس بري ما بيقدر الا ما يساير ولا التشناكو المرضى اعلنوا نعم انه هني متفقين معهم ما بفتكر رئيس بري بيقدر يكون قرار يخرج عن هذا الاتفاق الموقف التصعيد لتمنى ادار بحسب الاخبار هي لن تكتفي باستقالة وزرائها بل ستعمد لمنع من يبقى من الوزراء في الحكومة من ممارسة عملهم حتى بنطاق تصريف الاعمال يعني احنا رح نكون امام سبع ايار جديد بهذا المعنى ما بعثين ما بعرف الاخبار يعني هالجو لن تكتفي وستمنع يعني هالمفردات المستعملة انت اليوم عندك وزارة تصريف اعمال نعم لما تقل في وزارة تعرفي انه ما رح تاخد الثقة ما رح تقدي تقتل من مجلس النواب لطلب الثقة معناتها هاي دي فيها كيدية معناتها انه انت قوم تقعد محلك وبس من دون ما يكون عندك وزن دستوري ومن دون ما يكون اي شي هاي دي مش عم بفسر الاخبار انا عم بات رأي ما فيها تكون شكل من اشكال المخارج لها الازمة دكتور ابو حبيب يعني بتصير لحكومة حكومة تصريف اعمال وبيصير في تسمية لرئيس جديد لاني حكومة تصريف اعمال بس ما بتمثل اللبنانيين اللي تولي وهيدي ما بتمثل اللبنانيين كلهم طريقة بصير في تسمية لرئيس جديد وزارة على شكل وزارة الرئيس الحريري الاخيرة اذا فيه مدعوة وكل حكومة بتسمية لاش حكومة الرئيس السلام اذا طلعت بحكومة ناشحة وشحة جيدة بلد ممطقة كلها عم تحترق يعني بتزبطها شوي بتمشي امور الناس ماذا لو دخلنا بالمهلة مهلة انتخاب رئيس جمهوري شو بصير بهالحالي هيدا الفزع المسيح التاني انه انتوا ليش عب تقسموا الوزارات وتخنون انتوا عب بحكي عن هيدا موجهة للمسلمين نعم ليش عب تعملوها هيك كل الوزارات اللي تقيلة اخدتوا انتوا واذا بديك بعدلك اياها هيدا المشاعم طبعا مطلع مرسول نعم ايه لانه ما بركوا تعملوا رئيس جمهورية لان انتوا بتحكموا البلد هيدا التفكير فيه تفكير مسيح اي اوي فيه نعم ولكن اي وزارات تقيلة يعني الخارجية اردت على العماد عون هاي دي المحينة الخفيفة الدفاع على المسيحيين يا الله الاخف يعني لكن وين تقال الداخلية والدول المالية ام اوكي والنفط والصحة كل من هودة هودة فيهم مصابي هودة اللي فيهم هاي مش صحيح الداخلية والشؤون المالية ما نعرضت على العماد عون ابدا ابدا يعني ممكن كان يقبل لو غريضت عليه هذه الحقيبة ما اعك ما بعرف انا مني حافظ سر اليوم فيه اوساط بتقول لو نعرضوا علينا الداخلية والدفاع يمكن كنا قبلنا طبع بجوز ما بعرف بس انا ساعتها بقول عم نحلل نحن بياك لان ما فيه معلومات نعم انه اذا عرضت المالية علي ورفض بكون الحق عليه بس هي بكون الحق عليه ما بيقدر يرفضها تحليل ما بيقدر يرفضها بس ما نعرضت المالية والخارجية كانت مع المسلمين نعم هودة بالمجاورة لازم يصيروا مع المسيحية لا بخليين المالية للمسيحيين وبدو جيبوا للخارجية من قبل كان بدو جيبوا للخارجية مسلم من مسيحي من 14 أدار او لو كان القوات او الكتائب بفهم بمثل مسيحيين نعم بس هل مسيحيين 14 دولة تانيين معظمهم مش كلهم ما بيعتبروا انه بمثل مسيحيين ما انهم متخبين بأصوات مسيحيين فهموا اعتبرين انه هيدا المواقف هي ما فيه المدورة من منصفة يعمل مدورة منصفة رئيس الحكومة المكلف وبشوف اذا بفيه رفض برأيك كيف بتصير منصفة بلش بستراتيجية بلش بستراتيجية المالية والخارجية مع مين اليوم؟ مع مسلمي نعم بحطولة مسيحية الداخلية والدفاع مع مين اليوم مع مسيحيين بشير مع مسلمي التربية مع مين اليوم الاشغال مع مين وكل واحد بيخرها هيك بالطريقة ما فيه شي مش هي الحكومة مقصومة مين ممكن يرفض هيك تشكيلة؟ ما حدا بيقدر هيك شي ما حدا بيقدر يقبل ما حدا بيقدر يرفض هيك شي بس ما فيه انصاف فيها المالية كانت مع السنن عطت لشيعة هلأ حسب الاشيعة ما طلع مرسوم يعني ممكن يكون فيه شي مفاجأة مخباية هلأ بالمرسوم؟ اذا عمل مفاجأة انا بفتير بالمفاجأ الجنرال كبير وما بيقلو ليرفض الجنرال بهيك شي هيك حالة بمناصفة حقيقية ما بيقلو ليرفض وبعدين بكركة ما بترفض الأهم كمان احنا عم نحلل عم نتوقع ما عندي معلومات ميشيل توين اليوم كتبت بالنهار المشكلة اليوم أكبر من وزارة الطاقة يتم تصويرها كمنقذ للمسيحيين لأن المسيحيين أصبحوا بحاجة لطاقات كثيرة المشكلة هي الإرهاب تقتضي مواجهة وطنية وبمواجهة هالخطر لن تنقذ المسيحيين وزارة الطاقة بل على الجميع بدل طاقاتهم لإنقاذ لبنان وأن يدرك البعض أن الوطن أهم بكثير من حقيب عوني غمز من قرارة العماد عون بهذا المعنى هل بتعطيه ديخلي لجنرال عون يعني؟ لا أنه الانتمام بالموضوع الأهم وهو الإرهاب يلي عم بوجهه لبنان واللي سبب من أسبابه بحسب ما يارى المراقبون طور رد حزب الله بالقتل بسوريا اللي جر على لبنان هذه الموجة الإرهابية ومعروف موقف العماد عون المتحف يعني مش الرافض لهذا خلينا الآن بدي يكون متكلم بإسم الجنرال عون لا لا مش بإسم الجنرال عون بس الكقرار رفض دخول وهيدا أحد البرودي الأساسية بينه وبين حزب الله ما عبر عن هالرفض وبعدين اللي قاله مبررات أنه التكفيريين والإرهابيين لا رفض دخوله على دخوله على صوريا موقف معروف عنه أنه هو رفض بس بدي إليك الإرهاب موجود وتقليد حكومة بده أثر شوي لكن مش معناتها أجهزة الأمنية نايمة والأجهزة الأمنية بعدها مقصومة ما بتتعاون مع بعضها هلأ ولا إذا أجد وزارة جديدة رح يتعاونوا مع بعضهم كل واحد فتع حسابه وماشي وكتر خيرهم عبي عموا شغل مليح مش عب بنتقل عب بنتقل عدم تنسيقهم نعم إذا ما نسقوا ما بكون في فعالية وما رح نسقوا مع بعضهم أنا بقول لك ما نسقوا بالماضي ما نسقوا مع الرئيس حريري ما نسقوا بس بالماضي ما واجهنا هيك وضع مع الرئيس بياتي يعني هذا الوضع الجديد على لبنان وخطير أنا بفتكر أنه كثير ناس قتلوا بالمد الأخير وما كان فيه تنسيق بين الاثنين ما كان أبدا فيها هلأ هيدا الهراب الجاي ما حالي عنده موناع لي من الوزرات من القتل السياسية اللي عندنا نعم أحدا هيدا جاي جاي من سوريا جاي نتيجة الحرب السورية قسم منه بجوز بسبب وجود حزب الله هني بس القسم كمان هيدا شو أخروا على سوريا كمان وشو بد يجيبوا لعنا هالأسباب هيدا هودا ما شايفين حدا يعني الحكومة الجامعة برأيك ما بت بتحد منها بتحد منها يعني التوافق السياسي ما بيأمن الأمن لا ما بيأمن وإلا في فئة عنا سياسية بتبون عليهم معناتها ما أظن فيها هك شي ميشيل نصر بالديار بيشوف الظروف الإقليمية والداخلية التي استجدت تسببت بإعاقة التقدم يلي أحرز بالملف الحكومي أحكيناها وبعض القوى الإقليمية ما زالت ترى في لبنان ورقة صالحة لاستخدامها بممارسة الضغط لتحصيل مكاسب دولية بالمفاوضات يلي تنطلق من جديد بعشرة الجاربي جناب طيب نحنا منسمح شو بدي أنا أنا فيني أستعمل كلبناني فيني أستعمل أمريكا ليش لا بس الأمريكيين ما بيسمحوا وليستعملون نحنا منسمح للأجانب أنه يستعملونا بالأسف شو السبب ليش كل فريق بيشعر أنه يمكن قوتوا بالخارج أكتر من ما هي بالداخل هي مش نحنا بس هون بالبناني المنطقة كلها هي كيف تحس حالها أنه الخارج بين صفاء أكتر يعني بس ولا دولة بتسمح لبلدة يكون صندوق رسائل كمان بهذا المعامل لا بس سوريا والعراق شو هن اليوم الأردن مضبوط بأمن هائل فيه وأمن موحد كمان هيدا مهم في العامل فليوم منطقة من نهي شو شو عبسير بمصر السعودية عندها مشاكل كمان البحرين عندها مشاكل إذن آن يستطيع شعار النائب النفس هنا كيف ممكن تطبيقه أبدك اتفاق لبناني كامل على هذا نعم كان فيه اتفاق لبناني كان فيه اتفاق لبناني إعلان بعبدة مهم وقت تطلع إعلان بعبدة هلي هلي أي يومتها هلي صار نحكي على المصبوط هلي صار بإعلان بعبدة أنه من ناحية 14 أدار أو المستقبل بسوريا فالهيك يركض عليه حزب الله وأيده يعني المعارضة كانت شوي مع الرئيس فؤاد السانيورا بلجهة الحوار اليوم نحكست الإله المستقبل ما عدت بسوريا كيف تتدخل من الأسل وين تشفت كان فيه تدخل للمستقبل بسوريا إنساني وسياسي بتقصد لا بقصد بقصد عسكري بقصد إمدادات عنده ميليشيا وبسر لا بس فيه تسهيلات كانت قبل لقصير كانت يروحوا على سوريا أكتر الإمدادات اللي أجت للمعارضة السورية أجت من لبنان أجت من لبنان ما أجت من ما أجت من تركيا أجت من لبنان أجت من أردن أقل يعني فيها العملية لا أنه أعبد لك أنا كمان أعبد لك شو بفكر الجهتين نعم خلينا نكمل الفكرة هذه وفكرة تأييد الكاتب شارل جبور اليوم للمؤتمر التأسيسي يعني بشوف أن الوضع ما بينتهي غير بمؤتمر تأسيسي والمواضيع الأخرى ولسيها مواثيقة بكركي بعد هذا الفاصل شارل جبور بجريدة الجمهورية اعتبر أن المخاوف المسيحية من المؤتمر التأسيسي ليست بمحلها لأنه اليوم المسيحيين والزمن ليس زمن وصاية يرى أنه لا ضير من انعقاد جنايف لبناني لحل الأزمة اللبنانية على قاعدة التوافق على بند واحد أوحد وهذا البند يتصل بدور لبنان إذا تم الاتفاق على مبدأ تحييده وأولويته ونهائيته وعدم نصرة القضايا الإلهية حتى الإلهية على حسابه والتسليم بمركزية الدولة تكون قد تحققت التسوية التاريخية المرجوة هل بخلفية كل ما يجي اليوم من كباش ونزاع خلاف على موقع لبنان صح أنا عم بفكر مش عن مؤتمر تأسيسي عم نحكي عن الدور عن الدور دور لبنان هو الخلاف عليه واللي كان من ناحية الأرهاب الخلاف عليه الأرهابيين بدهم شي بدهم لبنان غير شكل طبعا عندهم مسبباتهم كمان عندهم أسبابهم واللي عم بيختلفوا من السياسيين وارتبطاتهم بالخارج عندهم كمان ههو دور لبنان هل نحن بحاجة إلى جناب يعني لا جناب تاني لا أو بيتفق بجوز مع السيد حسن صلى الله مع البطرك اللي طلب عقد اجتماعي جديد الكتائب طلبت مؤتمر تأسيس جديد نعم لكن أنا بفكر أنه تطبيق الطائف واتفاق مثل ما بيننا لتأليف حكومي لكي زيك يكون نحن متسامحين مع بعض أكتر مما نحن وما نعمل كيدية ضد بعض مش أنه نحب بعض ما حدا بحب التاني مسيسيين من زيك الطائف يوم من طواقف أخرى لكن أنه نقبل بعض ونتفق مع بعض هي بتعطيك دور لبنان وبنقدر نعمل في دور لبنان اللي اتفقوا فيه بإعلام بعبدها بإعلام بعبدها كان هو يومتها خارط الطريق يعني للحل ولكن فريق حزب الله وهو فريق أساسي تراجع عن موافقته عليه تراجع عنه لأنه كان يومتها موافقة عليه واليوم تراجع عنه مزبوط كلير ملاك عقيل عفوا بجريدة السفير تعتبر أنه التطرف العونة بمسألة التركيب العددية للحكومة ونوعية الحقائب يخفي تطرف أكبر عنوانه رئاسة الجمهورية وفق تصور العماد عون فراغ الرئاسي أهم وأخطر بكثير من الفراغ الحكومي وفي مسارين بهذا الاتجاه حصول الاستحقاق وحسم هوية الرئيس يمران حكما بالرابي وفق تصور العماد مشهل عون هل عمبي وشهر سيلي بهذا الشأن؟ ما بعض ما بعض في كلير نين مش كلير ملاك نعم أنا الأصم الأول مننا في مؤايدة يعني به الأصم الأول مننا فيه كمان فيه مسحيا أطلالين همه يعني منى القصة أنه تألف حكومة وعلى زوء الأطراف الكبيرة المسلمة كل واحد أخر حقائب مهمة وما فيه زوء من تخيب رئيس جمهورية فيه خوف منها هل هي اللي هي مقايدة اللي عمد عم مرشح لرئيس الجمهورية هل هو بده قايد هل بده عم لف واحد ما بعض الناخب الأكبر دكتور ابو حبيب وحدثك هك خبير بالأمور الدبلوماسية بالاستحقاء الرئاسي الجمهوري رئاس جمهوري من هو اليوم؟ بانتخابات الرئيس سليمان كان المجتمع العربي والدولي اليوم؟ اليوم ما فيه ناخب أكبر ما أنه لبنان بأولوية اهتمامات هذه الدول؟ ما بعتقد بعدنا باهتمامات بعد وهلأ الناس بيهتمين أكتر بتأليف الوزارة نعم دقيقة بتتألف فيها الوزارة وتقبل الوزارة تبدأ الحديث الأكبر من من المرشحين يلي هني معروفين أوراقه أو أسهمه مرتفعة أكتر عند المجتمع الدولي يعني هيك بحسب اعتقادك أي بروفايل قد يمشي به المجتمع الدولي الأمني العسكري الاقتصادي السياسي ربما الأمني السياسي أكتر لأنه معظم إذا بيأخذ الدبلوماسيين اللي عندي حديث معهم وبيسمعهم شو بيحقوا معظمهم بفكروا أنه أهم شيء للبنان للإستقرار والإستقرار الأمن معناته مهم وتاني شيء يكون واحد سياسي بالمعنى توافقي يقدر وفق بين الليبنانيين للحفاظ هذا الاستقرار في مرشح توافقي من بين الأسماء إذا ما تروح من هذا الاستفاف أو ذات ما بتحزب صفة الدول حيات إما هودا عندهم ليفيتو أو هو ممكن ينزل بالبراشويت مرشح ما يعني باللحظة مرت الماضي صارت انتلاعا من تجارب السيبة مرت الماضي صارت مشيك أي مرة مرت الماضي صارت وقت الرئيس سليمان وقت الرئيس سليمان بس كان عم بين حكا فيه قبل يعني بأنابوليس وكان فيه اجتماع بأنابوليس هو يوم متى هونيك صارت الطبخة الكبيرة وفقوا على يوم مشرحات الأمريكان كان بالبداية عنده تحفظ وبينها تحفظ بأوائل بأوائل عهده اليوم العلاقة بينه وبين واشنطن كتير 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 مهمة وقوية بين الرئيس سليمان نعم واشنطن هالشي بيعني انه ممكن يكون في تمديد لكن تمديد او تعديل دستور ما بيكون الا اذا فشل مجلس النواب بانتخاب رئيس ممكن يكون تمديد او تجديد بهذه الحالة لانه رئيس سليمان يرفض السير بالتمديد يعني تجديد ولي مختصرة هو اليوم عبقوا انه لابد لله تمديد وهذا تجديد عم بحضر خطاب الودع عم بحضر خطاب الودع وهذا من حقه انه يعمل او انا بفكر هاي استراتيجية مزبوطة لاله لانه التمديد بده يجي حاجي باخر اسبوع اذا ما قدرنا بالمرة ننتخي برئيس ولا نزار حكومة انه خلينا نعطي سنتين نعم وما بيقول لا قداش بتشوف فيه احتمال لهذا الامر انا في كل احتمال عالي للامر لهذا الامر يعني عالي بس مش حاسم مذكرة بكركة اليوم لمن تتوجه بالشكل والمضمون وحدثتك كمان للتذكير من اركان اللجنة الاستراتيجية والسياسية عضو عضو ما تتقول مش اركانة ما فيه لا ما فيه اركان في ركل واحد مش هيك المطرة اكيد اكيد لا اللجنة هاي دي المذكرة متوجهة لكل لبنانيين نعم ومتوجهة طبعا للمسيحيين بالاخص انه شو لازم يعملوا من اجل هذا اللبنان نعم كركة دي ما بتعتبر لبنان هو هي مثل حامية لقاله عندما بتقدر طبعا لانه كانت اللي اشتغلوا اكتر شي سنة العشرين لبنان الكبير هو بكركة واليوم نحنا هالرئيس الجديد اللي جاي اللي بدي يجي هاله ست سنين تنتهي بانتهاء المقاوية الاولى لا استقلال لا لا اعلان لبنان الكبير لا اعلان لبنان كبير نعم لذلك هالاهمية هايدي للرسالة انه هالرئيس هيدا تب بدي انهي هالاقل ينهي هالمقاوية الاولى وعهده بتثبيت هالكيان اللبناني بقبوله من الجميع ويمكن بدوره انه شو الدور اللي بدي يعمل فيه فيه توجيهات بالبيان اللي رح اليوم رح ينعرف عنه كتبت عنه الجريد نعم رح نستعرض هايك بشكل سريع حبيب شلوق بالنهار بقول المذكرة ستتضمن دعوة القادة الموارنة اولا والمسيحيين ثم سائر القادة الوطنيين لنوع من ميثاق شرف بينهم واحياء طاولة الحوار ورفض استخدام عبارات التحقير كما رفض تبادل كلام التخوين واحياء الامان بلبنان اولا على طول كان يخصصا بين القادة الموارنة كان يطلب منهم انهم ما تحقرب فيه اليه لوضع هالتوصيات موضع التنفيذ لا هيدا مذكرة هيدا وثيقة يعني طالع بتعتقد انه بيكون مفعولة مثل مفعول بيان المطار الموارنة بالالفين واللي صار من بعده فيه غير شكل هيدا كمواجهة كانت ضد الاحتلال او الوجود السوري نعم او الوصايا السورية من بعد ما خرجت اسرائيل من لبنان نعم خرجت اسرائيل بخمسة وعشرين ايلول بخمسة وعشرين ايار هني كان ب بايلول بايلول نعم اليوم هي مذكرة مشابهة لكن هادا المذكرة هي من اجل تثبيت استقلال من اجل تثبيت الكيان من اجل تثبيت الصيغة من اجل اتفاق على دور للبنان اللي حكينا عنهم من قبل السوابت والهواجس والاولويات يلي قالت جريد السفير رح تضمنون يعني هالمحور ثلاثة المذكرة ستوجه خاصة الى الرئيس الجديد هيك باجاز ثوابت معلوم شو هي الثوابت هواجس اللي رح تنطرح بهذه المذكرة ما هي ما بش عم عمل لك امتحان لا لا ماش دل ذكريني من هون بقلك ايه ام لا الهواجس اللي رح يعبر عنا رح تعبر عنا المذكرة ما هي مما يخاف المسيحيون اليوم بيخاف المسيحيين من انه انتهاء الصيغة من انتهاء لبنان من استمرار الحرب السورية وتأثيره على لبنان من التحالفات مع الخارج وتأثيره وانعكساته على لبنان انه هذي كلها بتضرب الصيغة كلها من هون يعني بيطلب فيه طلب بيكون فيه طلب بالمذكرة ع تحييد لبنان على الاقل في الوقت الحاضر مش بس عن الصراعات عن الصراع السوري اليوم اللي قائم بسوريا بس عن الصراعات العربية كالكوروة الصراعات الإسلامية من أجل الحافظ على هذا الكيان ويكون هذا الكيان هذه الصيغة لجميع اللبنانيين مش بس لا فأم من اللبنانيين موضوع تاني كمان مدار اهتمام مسألة الأمن مسألة الأمن جريدة الجمهورية بتشوف وعلمت أن الأجهزة الأمنية وضعت سياسة جديدة للتصدي لكل المخلين بالأمن والاستقرار بعد العدد الكبير من العمليات الانتحارية وفي عدد آخر معدل التنفيذ على الأرض اللبنانية شو هي الوسيل الأنجع لمواجهة الاختلال بالأمن والله لا تبعرف بالله أول شيء المهم من أهل في وظهرها ثاني شيء المهم تنسق مع بعض القوة الأمنية كلها هذي هذي مهمة كثيرة هلأ في أشياء ثالثة ما بعرف بس أهم شيء أنه نحنا نعمل حوار مع بعضنا نتفق أنه هيدا مش لمصلحة حدا اللي عم يصير هيدا مش لمصلحة حدا حتى لو كانت ردت فعل لما اللي عم يصير بسوريا لتدخل حزب الله بسوريا بسلي هالتفجيرات هيدا من أنا مصلحة حدا لا لمصلحة المسيحيين ولا المسلمين لا السنة ولا الشيعة حتى لو كانت موجهة للشيعة من أنا مصلحة حدا هيدا ونحنا لكي أنا جاي من خلفية كنا أنه إذا والله تآتروا المسلمين كنا يلا بطيخ تكسر بعضهم شيء اليوم لا اليوم إذا تآتر مما كان بالإبنان بدتأثر يشعر بالواجع كل لبنان كلنا منشعر بالواجع فاليوم بلد صغير والتواصل والمواصلات عملته أصغر نعم فلذلك أي أي ضرر لأي فأة بالإبنان هو ضرر الجميع وهيدا بتفكر فيه كمان بكركة هلأ عم بتشعر دكتور ابو حبيب أنه كل القادة عم بتفكروا بهذه الطريقة ياريت ما كان في زملة لنداء أزعب بفكروا بالطريقة البطريقة رائعي هل رح يهز العصى مع حلول موعد الاستحقاء طبعا بده شدد فيها بس بشي بده يستعمل القوة ما ما عنده كتائب موجودة حتى تقاتل من هالناحية لا أنه هو سلطة معنوية بكركة كان في قبل كتير محاولات لجمع الأركان الأفريقاء المسيحيين الأساسيين وهيك بتشعر أنه كان فشل بمكان ما من أنه يجمعون حول لا بعدها بيبكرك في لجان كتير ماشي نعم لجان بتمسل كل الأحزاب رح يجمعون عمر الشح للرئاسة رح تكون صعبة إذا كلهم رشحين بده جرب بده جرب بده جرب بس رح تكون صعبة أزم مش مستحيلة مانا شي مانا شي مانا شي هيا نعم مانا شي هيا أنه يجمعون لأن الفروقات بنيتهم قوية والطموح قوي كمان لأنه لكل مرشحين يعني بهذا المعنى موضوع كمان بعده عم بيحتب الاهتمام موصلة جلسات المحكمة الدولية بداية انطلاء أعمال المحكمة هل طمأنك إلى أنه الحقيقة ستعرف ولو يعني هذه المرة بجريم السياسية ترتكب بلبنان احنا معلوم قداش صار فيه اغتيالات سياسية ولا مرة كان فيه ولا أي موقوف حتى بولا اغتيال وبعده ما فيه موقوف نعم بس المحكمة الدولية ما عندها موقوف ايه بس فيه يعني يمكن الإضاءة على تفاصيل قد تقنع من شكة قبل اتهاء أتمنى أن يكون ذلك بعدنا بالبداية بعدنا عم نجيب يعني شهود على تقنيين أكثر ما هن يعني أدلة للجريمة أتمنى أن يكون عندنا المحكمة اللي مفرجتني لليوم أدلة ساطعة وتحكم بعدالة وبطريقة عادلة ومقبولة من الجميع نعم اللي ما بيقدر حدا يرفضها حتى من هم في دائرة هم بس في رأي عام يعني ليش برأيك عم بيصير في تركيز على الناحية الإنسانية يعني أهالي الضحايا الأضرار اللي تأتت نفسيا قبل يعني ومعنويا هيدا مسألة جديدة بالمحاكم الدولية كما يقال أنه أول مرة هالمحكمة منهم جديدة على لبنان فقط بل وعلى العالم هلأ المدعي العام اللي وقت بيحطه وقت بيبلش بيحط له مثل مسيرة نعم ما بعرف ليش حطتها ما بفصل ليش حطتها فيه ناس بيعتبرون أنه ما عنده ما عنده أدل يساطع بعد وعب يخد وقته وعب يخد وقته حتى يقدر يجيب الأدل ويحطه ما حدا بيعرف غير ما يوصل للحياة يعني هيدا قوة العدل أنه ما ننظر ننظر النهاية كلودت ساركيز تشير إلى أنه في جلسة تنعقد بعد ظهر ثلاثاء المقبل للاستماع للحججة القانونية التي يدي بها الادعاء ومحمود دفاع عن المتهمين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن احتمال ضم قضية مرعي لإجراءات قضية عياش وآخرين وفق بيان للمحكمة تتوقع أنه تاخد وقت كتير المحاكمة ما عندي فكرة مبلحة مني قانوني مبلحة كتير لأنه مفهم لأنه بعد بشي شيء من تجارب المحاكم الدولية السابق يعني الطريقة الماشي فيها المحكمة هي طريقة إلا حد ما بطيئة إلا حد ما بطيئة المهم بتوصل للنهاية والمهم بتوصل للعدالة والمهم بتوصل للحكم كيف السبيل تكون توصل للعدالة مش لتنفهم كأنتقام هل هالأمر بيستوجب مصالحة حقيقية يعني أو فتح الصفحة جديدة مصالحة ما بتعمل شيء هايدي العدالة غير شكل لا هايدي بدو يكون عندهم أدلة ساطعة بالإتهامات اللي عملوها اللي بعد ما بيينوها هلا هلا ولازم يكون عندهم أدلة والله المحكمة ما مشيت كيف تمشي المحكمة إذا ما عندهم أدلة إذا مش قدرين برهنوا إنه المتهمين هني اللي فعلوا العملين مش معقولة بعد الفاصل رح نفتح ملف الأزمة السورية الاستعداد لجناف ثلاثة شو تحقق بجناف اتنين هل فشل أم نجح ولكن بختم هالأسم هيك كاريكاتور مهضومين سريعين عن الوضع السياسي الأولي لديلي ستار العماد عون من واحد هلأ العمليات الانتحارية مزنر بالحقائب يستعد لتفجير نفسه أمام سيارة ترمز إلى التشكيلة الحكومية وأيضاً كاريكاتور جريدة الجمهورية العماد عون يودع الشراكة الوطنية وشفنا بأي حال بدت هذه الشراكة وهي تستقل سلم طائرة الخطوط الجوية الأقليمية لحظات مع فاصل قصير نعود بعدها لمتابعة هذا الحوار مع سعادة السفير دكتور عبدالله بحبيب موضوع الأزم السوري سنقشح من خلال بداية هالكاريكاتور بجريدة الحياة لعاء رجل يرمز إلى العالم يزرف دموع التماسيح يعني كمان يرمز إلى تمساح على الأزمة السورية وعلى مأساة الشعب السوري ما الذي يجعل العالم بهذا الموقع وبموقع العاجز عن معالجة ما يجي في سوريا من هو منقول أنه جناف اتنين فشل أنه ما قدر يتوصل ولا حط بعد مثل مسيرة من أجل الوصول إلى سلام نهائي بسوريا من هو فشل العالم ومش قادر يعمل لأنه ما بحياته حدا يعني كله بستنظر حل من الأمريكان الأمريكان ما حلوا ولا قضية بيعطوا جيبوا الجهتين بتحل القضية لغاية هلأ ما توفقوا بمجيء الجهتين تحل القضية بسوريا بسوريا بس بليبيا كان غير مقاربة للموضوع بمصر بمصر لا مصر مش هنة مش هنة بس كان في موقف حاسم يعني اليوم عم نشوف ما في حاسم بالموقف كان بعده الموقف الأميركي ضد ضد الصمرارية بشار الأسد بقوة نعم بس ما مستعدين مش معناتها أنه بيبعطوا الولايات المتحدة جيش حتى تضربوا نعم مش معناتها أنه بيقاطعوا مجتمع الدول اللي بتحكي معه لا بليبيا هايدي صارت قصة والنتيجة ما كانت محبة بلقلون وفي تأسف كتير للي عملوه بليبيا وجروا إليها أكتر ما هنة كانت تخطيط لقلون فيها جروا من الفرنسيين والإنجليز والبريطانيين لقلها لأن هنة ببلشوا الحرب على ليبيا بالآخر اجت الوية بتحلي حتى تسعفهم من هالناحية لكن إذا بتاخلي بوسنيا أو بتاخلي لبنان تسعة وثمينين بالطائف أو بتاخلي أي حال تاني بتاعيه إنه لأ الأمريكان بيجيبوا لأصحاب العلاقة وبيحطوهن مع بعضون لغاية هلأ هاي فشلت لكن النجح النجح هو إنه أرادت مننا لأنه تلاف ضعيف تلاف الصور المعارض ضعيف والعسكر المقابل لأله على الأرض ضعيف مش بسبب النظام بقدر ما هو بسبب المنظمات الإسلامية متشددة نعم لذلك بد بد وقت إجت إجت الولايات المتحدة جون كاري إجاي طم إن كل حرفاء أولاً نحن مش منزحين عن رأينا وموقفنا بإزاحة الأسد تانياً إنه الملف النووي الإيراني هو الوحيد اللي بحثناه بين الستة وإيران نقطة عصتها ما بحثت أي قضية تاني لا سوريا لا لبنان لا اليمن لا البحرين ولا العراق ولا شي تاني هلأ جناف ثلاثة رح يستكمل اللي بدأ بجناف اتنين ما بعرف سنسمون ثلاثة لأنه ثلاثة يبقى مؤتمر كبير هاي دي تتم لتنين مباحثات مباحثات جولة إعادة ثقة بين وفد النظام وفد التلاف بل بين الرعيين الأكبرين للحدث السياسي وتمهيداً لضمان ابتعاد الفيتو من القرارات المستقبلية المحتملة والمؤكد إنه الجولتان الثاني والثالث ستكونان أكثر التساقاً بلب المصر يعني كانت وكأن تمهيد للدخول بلب المصر صحيح إنه كان حقيقة الأخضر إبراهيمي ومنذلك بيشوف نجاح لم يراها أحد في نجاح نجاح أولاً إنه فعني كيف معارض تسبت حاله صار في اعتراف في دولي من كل النواحي في نجاح من المسيرة صايرة ما فيها ما فيها نور بآخر النفق لكن بلشت وفي نجاح إنه الأخضر إبراهيمي برهن عن دبل المسيح هايلي حتى يجمعون ومكملين فيها استوحى من التجربة اللبنانية الاستوحى بدون شك هو يشتغل بأفغانستان شتغل بالصمار بتشوف إنه الوضع بالسورية بده طائف سوري مثل ما صار بالنسبة للبنان أنا ما في هيده شو اللو عبسير شو به طائف اللي عبسير بس بعده ما بلشوا الحوار مع بعض ما بلشوا الحوار مع بعض فلما بلشوا الحوار مع بعض بعده حطينا على بعضهم شروط تعجزية لا هيد بيقبلها الشرط ولا هيدا بيقبلها الشرط من بلشوا يحكوا بلشوا يحكوا بالنزام وبعدين كل واحد لحاله يعني ما رح يقبل الأسد إنه هو يطلع بشرط مسبق ما رح يقبل مش بعناته صح أما غلط نعم ما رح يقبل بدك تعملي نزام وعلى أساسه بتعطي الفرصة إنه يسقط مثلا إذا أنت المعارضة أو إذا كنت هني كينه ينجع الانتخابات الرئاسي المقبلة هي محق بهالمعنى لا ما انتخابات إذا صارت بدون اتفاق نعم رح يطلع بشرط رح يصير في التشكيك بنكيشة طبعا رح يقوم مثل العادي يعني بس هو رح يضاله رأس النزام يعني مثل كأنه قصه مرارية يعني منع منع أكثر منه هو عكل حال عمل دستور جديد بيبلش مفؤوله من بعد انتهاء مدة رئيسه يعني عنده بعد خمس خمسين مرتين يعمل يكون رئيس والاربطعش اللي بقين راحوا من حسبه من حسبه يعني مصير الأسد هو بحث ذاته النقطة الأهم بي طبعا بتوجب توضيحها الجيش وجيش النزام نعم والمنتفعين اللي على الأرض وكذا كلهم مع النزام انه ما عندهم بديلة عن الأسد بوقت الحاضر ولا ولا الإيرانية عندهم بديلة عن الأسد ولا حتى الروس عندهم بديلة عن الأسد إلا بطريقة ديمقراطية في العمل بعد مبلش هالحكي بينتهم طرفين عن النزام شكل النزام ما هو النزام يعني صحيح الصحف اليوم دكتور بوحبيب اهتمت بهالموضوع وبالمواضيع السياسية جريدة لوريون الجور تفردت بالإشارة إلى الاحتفال بالمئوية الأولى للحرب العالمية الأولى يعني هالأسبوع فرنسا عم بتحضر يعني عم تستعد للاحتفال بهذه الذكرى ومجموعة من الدول يلي كمان عندها احتفالات مماثلة لبنان بحسب الأوريون الجور بيشعر أنه معني بهذه الذكرى كونه عرف المجاعة يومها الحرب العالمية الأولى ويمكن الصورة المنشورة على الصفحة الأولى صورة مثل ما بتقول برمت العالم وهي لأطفال هيك تبدو عليهم معالم الجوع والضعف بالحرب بالحرب الكبرى كما اسمتها اليوم نحن بالعالم هل بتشوف أنه ممكن يكون على مشارف حرب عالمية تالتة لا حرب حرب العالمية تالتة مش موجودة عن الصراع يعني ما فيها الروس والأمريكان ولا معقول يتقاتلوا بيختلفوا كتير ولكن ما بيتقاتلوا فيها وبيتجنبوا بعضهم دايما ويتكون فيه نوع من القتال القادم اللي كان بأوكرانيا أما بسوريا أما بغير محل تاني أو كمان حتى بإيران ما هيدا هالشي هيدا مصروف حتى المجاعة مع أنه للأسف فيه كتير مجاعة اليوم بعد بإفريقيا عم نشوف بسوريا الأقرب يعني هالصور اللي عم تتنقلها وسائل التواصل فيه بيضل اليوم بالعالم تحطي صورة على الفيسبوك عم بيطلع مؤسسات كتير دولية اللي تسعى إلى أن تسد هذا الفرق لكن الحرب عبتمنع هذه المؤسسات من الوصول هل موضوع ممكن وصلنا لختام الحديث ساعة السفير خلصة الساعة خلصة الساعة سرعة كتير دكتور عبدالله وحبيب أهلا وسهلا شكرا شكرا للمشاهدين على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر